تعالنا نتكلم شوية عن الجمهور اليوناني مشجعي كرة القدم والجمهور المصري مشجعي كرة القدم الكلمة شوية عن الفرق اللي ما بينهم وكلمة شوية كمان عن العوامل المشتركة غير اللي اتنين بيحبوا الكرة يعني خليني أقولك انه مش بس اتنين بيحبوا الكرة الجمهور المصري زيه زي الجمهور اليوناني جمهور حماسي جدا بيحب فريقه جدا يعني مثلا لو جينا نقارن أو نسقط كده مين في أندية الدوري اليوناني زي أندية الدوري المصري بشعبيتها وجمهريتها هتلاقي أولمبياكوس أكتر ألقاب أكتر بطولات هو نادي الأهلي وحتى بيلبس أحمر زيه فأنا سنايكوس ليه زي نادي الزمالك نادي كبير وبياخد بطولات برضو كتير لكن شوية مش هو اللي مسيطر على البطولات نادي باوك زي نادي الإسماعيلي نادي في مدينة صغيرة ممكن كل 15-20 سنة ياخد بطولة ويعمل طفرة تمام هناك نفس التركيبة تقريبا هي تقريبا بحر متوسط هو واحد طبعا طبعا من ثلاثة شوية قريبة من بعض الدم قريب من بعض الجمهور متحمس قوي تمام هنا يعني أنا شايف أنه مفيش فروق كبير يعني شايف مفيش فروق كبير طبعا شعوب المديتيريون كمان كلهم بيشجعين وبيحبوا الكورة ده مم حامي كده زي ما بيقول ده كان فيه دراسات تعملت فيه دراسة أمريكية تعملت عن فكرة الجمهور وهتفاته في الكورة فبيتكلموا عن أنه المصر واليونان قريبين من بعض أقرب هتفات لبعض في الدوري وفي الكورة في المدرجات يعني فالحقيقة لا العامل مشتركة كتير قوي حتى المزيكة احنا المزيكة بتاعتنا زي المزيكة بتاعتنا طبعا بنحبهم جدا وهم كمان بيحبونا جدا ده أكيد